اشتركوا في القناة مجمع الملك الحسين للأعمال متابعينا الكرام في الاردن أسعد الله وقاتكم بكل الخير لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي نبدأها بهذه المحاولة سنتحدث عنها خلال هذه النشرة الأمر الأول سنستمر بالحديث عن هذا المرتفع الجوي السيبيري الذي يسيطر بكاملها على المملكة ويدفع بهذه الأجواء والأحوال الجوية شديدة البرودة تؤثر على المملكة وسنتحدث عن هذه الرياح إلى متى تستمر هذه الرياح الشرقية النشطة ومتى يتوقع أن تخف خلال الفترات القادمة ولكن أود البدء معكم هذه النشرة حقيقة بآخر صور للأقمار الاصطنعية الواردة لدينا هنا في مركز تقصى عرب والتي تشير إلى كانت تواجد كبير للصحب والغيوم كما نراحب بهذه الألوان هذه الصحب والغيوم التي أثرت اليوم على المملكة كانت صحب منخفضة غطت سماء مملكة معظم أوقات النهار وعملت على تدني كبير في درجات الحرب بالإضافة إلى هبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي زادت من إحساس برودة هذه الصحب لمن يسأل هي تأتيحة مع المرتفعات الجوية لأن المرتفعات الجوية تمنع صعود الهواء للأعلى وابتلئ الرطوبة النسبية المتكدسة في المناطق الشمالية الغربية السعودية انتقلت إلى الشرق البحر المتوسط وبقيت على شكل صحب وغيوم تقريبا معظم ساعات النهار وتلك وذات الصور الأقمار الصناعية أيضا تشير كما تلاحظون إلى أن مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط لا يلد بها صحب وغيوم ممطرة مرافقة لأي منخفضات جوية وابتالي يبقى الطقس بشكل عام خلال هذه الفترة يعني مستقرة بسبب هذا المرتفعات الجوية هذه خراءة توقعات النمذج الحسوية درجات الحارة كما نلاحظ اللون الأقضر والأزرق هو امتداد لهذه الكتلة الهوائية التي كما نلاحظ لها حدود نستطيع مشاهدتها هي الكتلة الهوائية الباردة إلى شرق البحر المرافقة مع هذا المرتفعات الجوي خلال ساعات نهر هذا اليوم يستمر تأثير هذه الليلة يستمر تأثير هذه الكتلة الهوائية واللون الأزرق يشير تدني درجات الحارة لمستويات قد تكون قريبة من الصفر المئوي في بعض المناطق تستمر هذه الكتلة الهوائية الباردة بالتأثير حتى عنه لكي نهار يوم غدا يعني هذه غدا نهارا تبقى درجات حارة منخفضة عموما درجات حارة دون المعدلات بالمناسبة المعتادة مثل هذا الوقت العام فالتقس بارد ولكن للأسف لا يوجد أي توقعات لأمطار وتتحسن بعض الشيء ليلة الثلاثاء الأربعاء هذه القيم يبقى التقس طبعا بارد ولكن ليس ببرودة الليالي السابقة ربما البعض لن يستطيع التفريق تقس بارد كل عام ولكن بعض الآخر خاصة بعض السكان المناطق الغربية يمكن أن يلاحظوا أن هناك تحسنا ولو بسيطا في درجات الحارة الليلية في بعض المناطق هذه توقعات الرياح كما تلاحظون إذن اللون الأحمر هذه توقعات الرياح النشطة هي رياح شرقية تهب مع هذا المرتفع الجوي كلما تقدم من الأراضي العراقية هذا المرتفع الجوي جلب معه امتدادا للرياح الجنوبية الشرقية وشرقية لتكون ذات طبيعة جافة وباردة وتزيد جدا من الإحساس ببرودة تكون هذه الرياح أحيانا قوية السرعة في بعض المناطق الساحلية من شرق البحر وتوسط وأيضا مناطق الشفى غولية من الأردن بشكل عام هذا اليوم الرياح تبقى نشطة خاصة القطاع الشمالي والأوسط على وجه التحديد غدا الثلاثاء يتوقع أن تضعف سرعة الرياح بمقارنة عن ما كان عليه الوحال اليوم هذه الألوان الزرقاء تعني أقل سرعات الرياح ولكن تبقى هناك بعض الهبات النشطة كما نراحظ بهذا اللون الأصفر على المملكة التي تزيد من الإحساس في البرودة من وقت إلى آخر وتزداد سرعة الرياح مرة أخرى مع ساعات مساء يوم غدا كما نراحظ على هذه المناطق وتشتد على العاصم عمان وبالتالي تزيد من الإحساس في البرودة غدا ليلة مرة أخرى هذه الرياح تزيد وحتى يوم الأربعاء تزداد أكثر هذه الرياح من جديد بمشيئة الله تعالى ما هي الأحوال الجوية متوقعة غدا إذن في العاصم عمان الأجواء غدا غالبا صافية لكنها باردة تخيب سرعات الرياح خلال ساعات الصباح والظهيرة ولكن تزداد من الأخرى مع ساعات ذلك كما شاهدنا درجة حرارة العظمى فقط 11-10 درجات المئوية كحد أقصى في ساعات النهار كما نلاحظ ودرجة حرارة ملموسة 10 درجات مئوية 8-10 والطقس بارد لا تغيير جذري سوء أن غدا من كميات الغيوم ستكون أقل متوقع مما عليه الحال كان اليوم وستكون هناك أشيعة الشمس التي قد تعطي دفءا أكثر مما عليه الحال كان اليوم يعني الطقس غائم طيلة ومعظم ساعات النهار ماذا تحمل لنا الأجواء خلال ثلاثة أيام القادمة والكل والجميع يسأل هل تختفي هذه البرودة؟ الجواب أن المرتفع الجوي السيبيري مسيطر أمامك حتى نهاية هذا الأسبوع كما نراه حتى يوم الخميس الرياح نشطة موجودة بين الحين والآخر يوم الأربعاء والخميس تزيد من إحساس بالبرودة درجة الحارة تقريبا 13-13 درجة مئوية في ساعة النهار هناك ارتفاع قليل لكن لا يذكر على درجات الحارة تكون قريبة من معدلاتها معتدمة هذا الوقت من العام لا إلا أن هناك تحسن قليل في درجات الحارة ما من 6 إلى 7 درجات مئوية لكن يعوضها صراحة هبوب الرياح القوية الجنوبية الشرقية تزيد من الإحساس بالبرودة التي تكون تؤدي لأن درجات الحارة الملموسة منخفضة للغاية إذن هذا كمرخص الأحوال الجوية ودرجات الحارة مستمرة على ما هو عليه الحال حتى نهاية هذا الأسبوع جواء باردة في أغلب المناطق شديدة البرودة يمكن أن نقول بسبب الإحساس العالي البرودة في ساعات الليل في مناطق واسعة درجات حارة منخفضة رياح نشطة ولكن الطقس يخلو من الأمطار بسبب تأثير هذا المرتفع الجوي السعيب قبل الختام ندعوكم دائماً للاستخدام الآمن لوسائل التدفع في ظل هذه الظروف الجوية الباردة ندعو الله أن يعموا علينا بالأمطار في القريب ولكن الجميع يسأل لا يتوقعات بوجود أمطار هامة في الفترة القريبة هذا كالك مدينة بشأن الأحوال الجوية في أمامك دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة